الاستعداد لتوجيه ضربة كبرى مصرية ضد الزراع اليمني لحشام عشماوي بننشر لحضركم التفاصيل وعاجل وصول أحدث وأول وسيلة نقل من نوعها في تاريخ مصر والعصى والجزرة خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضة وضربة كبرى ومهمة جدا من الداخلية المصرية بننشر لحضركم التفاصيل في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل لألف لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا نفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين نبدأ في تفاصيل أول خبر معنا الاستعداد لتوجيه ضربة كبرى مصرية ضد الزراع اليمني لهشام عشماوي قررت محكمة مصرية إحالة أوراق بهاء كشك الزراع اليمني للمحكوم بتهمة الإرهاب هشام عشماوي والراحل معه من ليبيا واثنين آخرين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وفقا لموقع اليوم السابع فقد حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية وذكر الموقع أن تهما وجهت للمتهمين منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج مصر للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية الموقع أضاف أن من ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين أو المعدومين الإرهابي هشامع شماوي والإرهابي عمر رفاعي سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد المصدر معانا كامل اليوم السابع القضاء المصري بياخد حق الناس اللي توفت على يد الإرهابيين دول وزي ما حضراتكم عارفيني أن السنة اللي فاتت تم إفراج الفيديوهات عن إعدام الإرهابي الشامع شماوي فتحية طيبة للقضاء المصري العادل ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل وصول أحدث وأول وسيلة نقل من نوحة في تاريخ مصر أعلنت وزارة النقل المصرية وصول أولى القطارات التي ستعمل بمشروع المونوريل العاصمة الإدارية الاستاد من أجل اختبارها استعدادا لتشغيل المرحلة الأولى منها ويمتد خط القطارات من العاصمة الإدارية حتى مسجد المشير بطول 45 كم والتي ستعمل خلال مايو 20-22 ويتم تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية من قبل تحالف شركتين ألستوم العالمية وأوراسكم للإنشاءات بأطوال 56 كم شاملة 22 محطة علوية هي الاستاد هشام بركات نوري خطاب الحي السابع المنطقة الحرة المشيطان طاوي كيرو فيستفال الشويفات المستشفى الجوي حي النرجس محمد نجيب الجامعة الأمريكية إعمار ميدان النفورة البروا الدائر الأوسطي محمد بن زايد الدائر الإقليمي فندق الماسة حي الوزارات العاصمة الإدارية وتنفذ الدولة خطين مونوريل الأول هو مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الذي سيربط القاهرة الجديدة ومدينة نصر والثاني مشروع مونوريل 6 أكتوبر المهندسين بطول 42 كم سيربط مع الخط الثالث المتر في محطة وادي النيل بالمهندسين وتصل أطوال الخطين إلى حوالي 96 كم ويتولى تحالف المكاتب الاستشارية الأمريكي المصري هيل انترناشنال وحيج جروب القيام بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل 6 أكتوبر وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ الأعمال الانشائية وكافة الأعمال المدنية لمشروع مونوريل 6 أكتوبر المهندسين فيما تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بينما ستقوم شركة ألوستون بتنفيذ وتركيب نظم الإشارات والإتصادات والتحكم وتوريد القطارات التي ستعمل خلال المشروعين بعد تنفيذهما وتبلغ السرعة التصميمية للمونوريل 80 كم في الساعة المصدر معانا كان من اليوم السابع أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر 80 كم في الساعة أعتقد أن هذه يعني السرعة قصوى المونوريل هيكون سرعته تقريبا زي المترو بالزبط فأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر طبعا مشروع المونوريل هيربط ما بين العاصمة الإدارية الجديدة والعاصمة وهيربط ما بين 6 أكتوبر ومدن الصناعية 6 أكتوبر والعاشم الرمضان طبعا القطار الكهرباء اللي هيخش العاشم الرمضان وبعد كده هيعدي على العاصمة الإدارية الجديدة فده شيء يعني كويس وجميل هيربط يعني مدن كانت من المهم إنها تتربط بمشروع زي ده عشان يسهل على المواطنين سهولة الحركة والتنقل أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر آخر والعصاب الجزرة خبير يكشف عن طريقة لإجبار إثيوبيا على إنهاء أزمة سد النهضة كشف خبير تفاوض الدولي أحمد المفتي طريقة فعالة لإجبار إثيوبيا على الدخول في مفاوضات جدية بشأن سد النهضة مع مصر والسودان المفتي قال إن الطريقة الوحيدة لإجبار إثيوبيا على الدخول في تفاوض جدي تتمثل في سياسة العاصة والجزرة وأوضح خبير التفاوض الدولي أن الجزرة تتمثل في الموافقة على حصة لإثيوبيا لا تؤثر على حصتي مصر والسودان إما العصة تتمثل في الانسحاب من إعلان المبادئ والمطالبة من جانب السودان بمنطقة بني شنقول وحول ما إذا كانت سياسة الجزرة ستؤدي إلى منح حصة لإثيوبيا في مياه النيل وهو ما يعد انتقاصا لحقوق مصر والسودان قال إن منح حصة لإثيوبيا في مياه النيل أصبح أمرا واقعا بالفعل المصدر معنا كان من مصراوي ولكن يعني أنا أرجح في موضوع العصة وهو تتمثل في الانسحاب من إعلان المبادئ والمطالبة من جانب السودان بمنطقة بني شنقول ومن وجهة نظري بل من وجهة نظر الكل الضربة العسكرية هي يعني الحل الوحيد لحل هذه القضية لإن حتى الآن يعني مجلس الأمن ما طلعش بأي بيان بخصوص ملف سد النهضة وبيان طلع منه بعد الاجتماع اللي كان بمطالبة مصر طلع منه قال إن إحنا يعني عاوزين الاتحاد الإفريقيا هو اللي يحل هذا الأمر أترك لحضركم التعليق بخصوص هذا الخبر وهل أنتم مع يعني رأي الخبير التفاوضي الدولي أحمد المفتي أم لا أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر من تل مع بعض القبر آخر وضربة كبرى ومهمة جدا من الداخلية المصرية وأفادت صحيفة الوطن المصرية نقلا عن مصادر مسؤولة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على جراح تجميل شهير يدعى ميم غين بعد إجرائه عدة عمليات جراحية تسبب في عدد من الأخطاء الطبية مؤخرة المصادر أشارت إن قوات الشرطة توجهت للقبض على الجراح الشهير وأودعته قسم الشرطة وجرى تحرير محضر له تمهيدا لعرضه على النيابة العامة بتهمة إدارة عيادة بدون ترخيص والتسبب في أخطاء طبية كادت أن تؤدي بحياة المرضى للخطأ أشار إلى أن نقابة الأطباء طلقت عدد من الشكاوى ضد الجراح بعد تحرير محضر رسمي ضده قالت صحيفة الوطن أيضا أنه بحسب مصدر مسؤول بنقابة الأطباء فإن الجراح اشتهر مؤخرا لتيجة الترويج له عن طريق إحدى الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تدرها زوجة لاعب كرة قدم سابق وشهير عونته في إغراء بعض السيدات من أجل إجرائه عمليات تجميل لهم مقابل حصولها على نسبة من المريض والطبيب لافت إلى أن هذا المصدر أكد أن زوجة اللاعب السابق الذي ينتمي لنادي شهير عملت مع الجراح في مهنة السمصارة الطبية بالمخالفة للقانون الذي لا يبيح مهنة السمصار الطبي مصدر معانا كان من الوطن أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر أتمنى أكون خفيف على حضرتك جينا لنهاية ناشرة الأخبار أتمنى أكون خفيف على حضركم مرة تانية إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته